قدر بنكوف أمريكا سعر برميل النفط الذي يحقق التعادل لميزانية السعودية بنحو 95 دولار للبرميل في عام 2024 البنك أشار إلى أن الإرادات الحكومية ستقوم جزئيا بتعويض خفاض متوسط إنتاج النفط مقارنة بالعام الماضي من خلال صرف شركة أرامكو توزيعين إضافيين مرتبطين بالأداء وتوقع البنك أن تواجه المملكة عجزا ماليا متوسط المدى مع تحول التركيز نحو تنفيذ المشروعات الضخمة ذات الأولوية مضحا أن المسار المالي في الأجل المتوسط يعني ضمن التعرض لانخفاض أسعار النفط واستمرار إصدارات الدين الخارجية الكبيرة نقي نظرة على أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي ولو أنه انخفضت الأسعار يوم الجمعة بعد أن دخلت العقود الآجلة منطقة دروة الشراء لأنها سجلت مكاسب أسبوعية مدعومة بتقلص المخزنات الأمريكية وعلامات على ارتفاع الطلب على الوقود كما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أيضا يوم الجمعة ما أضاف ضغطا هبوطيا على أسواع السلع الأساسية وأدى انتهاء أجال عقود خام غرب تكساس الأجلة لشهر يوليو يوم الخميس إلى زيادة تقلبات سعر النفط بالوقت نفسه تستمر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة بعد استهداف أربع مصافي تكرير في جنوب روسيا مساء في نهاية الأسبوع وتم اعتراض وتدمير 70 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود و43 طائرة فوق منطقة كراستودار بحسب وزارة الدفاع الروسية إذن أخبار جيوسياسية تؤثر وأسعار النفط عند هذه المساويات نتحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد دكتور فورات المساوي استشاري في شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج سابقا أهلا بك دكتور خلينا نبلش من الخبر تقديرات بانك أوف أمريكا سعر برميل النفط لتحقيق التعادل بالميزانية السعودية ب95 دولار للبرميل في 2024 يعني إذا لم يكن هذا هو المعدل سيكون فيه عجز كبير برأيك هل هذا الرقم منطقي؟ هل تراه كرقم صحيح؟ ما هي تقديراتك لسعر التعادل بالنسبة للنفط في الميزانية السعودية؟ نعم مساء الخير عليكم جميعا وأرساد مشاهديكم الكرام طبعا هذا الرقم منطقي من 90 دولار إلى 100 دولار يعني 95 دولار هذه نقطة التعادل بمعنى أن التكاليف تساوي الإيرادات بهذا الرقم 95 دولار منطقي لأن السعودية حقيقة واجهت وما زالت تواجه تحديات كبيرة في سوق الطاقة في التخفيضات الطوعية والإضافية هذا أثر بشكل مباشر على نقطة التعادل هذا أشوفه شيء طبيعي لحجم حقيقة التحديات التي دخلت بها المملكة العربية السعودية في قرارات التخفيض والثبات لحد هذه اللحظة على قرارات منظمة أوبيك هذا يجب أن يكون لها ثمن ثمن هذا هو هذه القيمة العالية الموجودة الرقم 95 دولار وطبعا لا ننسى أن السعودية لديها التخفيض الطوعي بحوالي مليون برميل يوميا بالنسبة لبقيات الدول دكتور ما هو سعر التعادل بالنسبة لها؟ لما نحكي مثلا عن العراق وعن الإمارات دول أوبيك نفسها ما هو السعر المناسب الذي يمكن أن تجمع عليه هذه الدول سواء مع بعض أو كل على حدة نعم حقيقة مختلفة من دولة إلى دولة مثلا في العراق من 60 دولار إلى 65 دولار ربما يصل في أقصى حد 70 دولار حجم التحديات التي تواجهها ليست كالمملكة العربية السعودية بالنسبة للعراق 65 دولار هو سعر نقطة عادلة حتى السعر في الموازنة العراقية عام 23 كان 60 دولار والآن في عام 24 أصبح 70 دولار يعني هذا الرينج من 60 إلى 70 دولار هو نقطة التعادل المناسبة لدولة مثل العراق دول الخليج تختلف كلهم حسب موازناتها يعني بين 50 دولار في دولة مثل البحرين في قطر إلى أن يتم السعودية السعودية الأكثر بسبب حجم وكبر حجم التحديات التي تواجهها داخل منظمة أوبيك بلاص دكتور كمان خبر انتعاش البرازيل قد يهدد إنتاج أوبيك في المرحلة المقبلة توقعات بأن يصل إنتاج البرازيل إلى 3.930.000 برميل يوميا إلى أي درجة سيضغط على إنتاج أوبيك وعلى منظمة أوبيك وحلفائها حقيقة ضمن حسابات أوبيك هذا ليس مستغرب وليس جديد كانت تحسب لدول من خارج أوبيك إنتاجها وخصوصا الكمية المنتجة الكبيرة من دولة مثل البرازيل لهذا كانت وما زالت هناك مفاوضات كبيرة لضم البرازيل حقيقة لداخل منظمة أوبيك بلاص هذا الرقم الكبير من شأنها أن يعقد مسألة ليست تخفيض وأن التخفيض هو جاري ولكن ضمن خطة في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبيك هو إعادة التخفيض تدريجيا خلال عام 2025 هذا ربما سوف يؤخرها قليلا مع وجود مفاوضات في دخول البرازيل لداخل المنظمة أوبيك بلاص محاولة مجموعة أوبيك بلاص حقيقة ضم البرازيل لتفادي أي مشكلة أي عقبة طارق مستقبلا ضمن الدراسات الموجودة لحد الآن هذا الموضوع وضمن التخفيضات الحالية هذا الموضوع ما زال مسيطر عليه من قبل منظمة أوبيك بلاص وهو ليس مفاجئ أو جديد شكرا جزيلا لك دكتور فرات الموسوي استشاري في شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج سابقا كنت معنا من بغداد أهلا وسهلا بك